صباح الخير ميسون كيفك حبيبتي؟ الحمد لله شكرا الله اليوم شو محضرتين لنا بالأيام الأخيرة من الواحد وعشرين؟ احنا هلأ عم نحكي عن التوقعات الفلكية لكل الكواكب والخصوف والكسوف وتراجع المريخ نعم بارح حكينا للحوت وميزان ودلو وإيش الطلبات اليوم بنحكي يلا هلأ هلأ بفتح أنا رح أفتح على يوتيوب أشوف شو طالبين أي أبراج في عنا طلب على القوس ميسون القوس حكينا بداية السنة رح تتغير نظرتك للحياة وتتغير الظروف على كل المستويات رح تعيد هيكلة حياتك وبعض العلاقات رح تنتهي خاصة اللي فيها تراجع وفيها مطبات أيضا في عقود بالعمل رح تحاول أنه تنهيها غربة الكثير كبيرة بالعلاقات الاجتماعية تبتعد عن كل ما هو سلبي واتلاقي الحلول المناسبة لكثير من الأمور تبتعد أيضا عن القضايا القانونية وحاول أنه ما تدخل فيها قدر الإمكان وأيضا الأشهر الأخيرة فترة عاطفية ممتازة لتحسين العلاقة وإيجاد الحلول العاطفية والارتباط لغير المرتبطين في عنا مهى ميسون عم تسأل عن الأمور المادية هل رح تتحسن لموليد برج الجدي بالعام الجديد؟ الجدي آه في عنده تغيير كثير كبير سنة فيها تغيير على كل المستويات خاصة بالعلاقات ومكان السكن وارتفاع بالمكان الاجتماعي بدايات جديدة فعالة سواء كان على المستوى المهني وبالتالي رح يكون فيه تستحصل أموال إضافية حتى على المستوى العاطفي فيه تغيير تغيير كثير كبير بجدولة حياتك بطريقة كثير فعالة تتخلص من كل ما هو سلبي وأن أيضا الأشهر الأخيرة رح يكون فيه ظهور الأعداء والمنافقين وممكن عندك مواجهات فحاول أنه ما تدخل بنقاشات عقيمة أو المواجهة خاصة بالعمل بل على العكس حاول كسبهم وإنهاء أي عداوة تظهر في حياتك نعم فيه عندنا كمان صارت الأسئلة محددة هل فيه ارتباط لموليد برج الميزان بالسنة الجديدة؟ الميزان إذا عرفت كيف أنك تعمل تنازلات وتتخلص أو تتخلى عن بعض الشروط اللي أنت حاطها بالشريك والسنتين الماضيات كثير من برج الميزان تخلوا عن كثير من الطلبات اللي كان لازم تتوفر بالشريك المطلوب شفنا أنه زيادة بعدد الميزان المرتبطين فهي السنة أيضا نفس الحالة بدنا نتخلى شوي عن بعض السلبيات وعن بعض الشروط لحتى نقدر نرتبط عنا كمان يزن ميسون عم بسأل عن هو من موليد 9-4 حمل الحمل من الأبراج اللي رح تتسلط الأضواء عليك على كل المستويات ولكن خاصة نحكي على الأمور المالية سنة التغيير أيضا بمكان العمل أو السكن وصول لأهداف إيجابية عليك استغلال الوقت بشكل صح للوصول إلى أهدافك خاصة المالية البعض ممكن يذهب لعمل بغير تخصصه بداية شهر 4 رح تزداد المسؤوليات رح تحتاج إلى بذل جهود مضاعفة لحتى توصل لهدفك تتوضح الأمور تغرب حياتك بشكل كثير كبير تغيير بحياتك الاجتماعية من ناحية العلاقات الجدية رح تكون مختلفة تماما عن العلاقات السابقة وتشعر بكره شديد للتعقيد والروتين لذلك ممكن تفكر أنك تنطوي وتنعزل أو تذهب للسفر بمكان بعيد عن العلاقات الاجتماعية القديمة بشهر 10 أو 11 رح تكون مؤثرة بالشراكات المهنية والعاطفية وبهذه الفترة عليك الابتعاد عن التعاملات المادية الكبيرة عنا كمان فرح هون عم تسأل ميسون عن فرص مثلا نقل الحياة أو السفر أنه يعني فرصة عمل في الخارج هل فيه انتقال لموليد برج الدلو أو فرص؟ الدلو فرص كثير كبيرة ونعتبره بعد الجوزاء من الأبراج الهوائية المحظوظة جدا ونقلات نوعية بحياة برج الدلو لكنها مشروطة النص الأول من السنة فيه فرص مالية كثير كبيرة وأيضا السفر وغالبا كثير من برج الدلو رح يكون عندهم السفر بشكل مفاجئ غير مخطط لإله بلاقوا مثلا حدا بعث لهم تذكرة سفر لمكان أو بشكل فجائي تصير مجموعة من الأصدقاء أنهم يسافروا أو هو يقرر السفر السفر متاح لبرج الدلو الأمور المالية ممتازة عن برج الدلو ولكن النصف الثاني من السنة بدك تنتبه من الخسارة المالية الكبيرة لأنه أي خطأ محسوب عليك وأي درجة توصلها بتغيير حياتك على المستوى الاجتماعي والمادي ممكن تنزل لتحت الصفر بأي غلط أو تقدير للمعطيات اللي رح تظهر به النصف الثاني من السنة سنة رائعة إذا عرفت كيف تتعامل معها يا دلو وإيش آخر برج؟ أنت هيك عن أي برج حاب تحكي ميسون؟ هل لنا نحكي عن برج الثور؟ أوكي يعني مستوى الشراكات أيضا المهنية والعاطفية صح فيها مطبات ولكن متاحة وممكن لبرج الثور أنه يتقدم منتصف السنة هي فترة جيدة للتغيير ونقل نوعية بحياتك بتغيير مكان الإقامة أو السفر أو الذهاب للدراسة أو للعمل في تغيير كثير كبير بحياتك مراجعة الأمور المالية القديمة ووضع جدولة محكمة بثلاث أشهر الأخيرة لتحقيق هدف مالي تزداد العلاقات الاجتماعية وتلتقي بأشخاص ممكن تقودك لعمل جديد بغير تخصصك الثلاث أشهر الأخيرة ممكن تصبح الأمور أسهل الارتباط لغير المرتبطين ميسون بدأ نشكرك كثير حبيبتي وإن شاء الله بكرة كمان رح نتابع بكرة رح يكون فيه إشي مميز خليه مفاجأة رح يكون فيه إشي جديد لكل الأبراج بإذن الله 100% كونها آخر حلقة لصحصح بعام 2021 إن شاء الله بينعاد عليكم جميعا بالخير تابعونا إذن بكرة ساعة 10 الصبح رح يكون فيه عنا حلقة خاصة بانوراما 2021 من أحداث محلية وعربية وعالمية بالإضافة طبعا لفقرة الأبراج مع ميسون وظلوا بالخير إلى اللقاء صحة 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 صح ترجمة نانسي قنقر